أحدثت التصريحات الأخيرة لسفيرة الولايات المتحدة في الجزائر إليزابيث مور أوبين موجة صدمة حقيقية داخل النظام العسكري الشمولي الجزائري وقد سلطت تصريحاته حول العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب وكذلك حول قضية الصحراء المغربية الضوء على حقائق تعكر صفو السلطة القائمة في الجزائر العاصمة وذكرت إليزابيث مور أوبين بدعم الولايات المتحدة للسيادة المغربية على الصحراء وصفة الاعتراف بالرئيس السابق دونالد ترامبا القرار التاريخي وأشارت إلى أن هذا الاعتراف أدى بالفعل إلى تعقيد مهمها الدبلوماسية في الجزائر حيث تولت مهمها في فبراير 2022 ورغم ذلك لم تغير إدارة بيد هذا الموقف معتبرة إياه واقعا تاريخيا الاتزام بالحل المستدامي وشدد السفير في حوار مع صحيفة لاباتري نيوز الجزائرية على التزام الولايات المتحدة بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص للصحراء ستيفان ديميستورا من أجل إيجاد حل دائم الحل لهذا الصراع وقالت هذا الموضوع كان محور اهتمامنا خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية مؤكدة أن واشنطن تعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية حلا قابلا للتطبيق منذ عام 2008 وردا على سؤال حول معارضة الولايات المتحدة لاستفتاء تقرير المصير أوضح مور أوبين أن الولايات المتحدة تسعى إلى حل يلبي احتياجات الصحراويين لكنه يتجاوز المأزق الحالية وأكد مجددا أن أي حل يجب أن يمر حصريا عبر الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي التطبيع المغربي الإسرائيلي وخصص جزء كبير من المقابلة لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل ورفض مور أوبين بشدة فكره أن هذا التطبيع هو سبب التوترات في شمال أفريقيا وقالت إسرائيل لا تشكل تهديدا حقيقي للجزائر مضيفة أن عوامل أخرى كثيرة تساهم في التوترات في المنطقة وعندما طلب منه التعليق على تصريحات وزير إسرائيلي زعم أنه هدد الجزائر بسبب قربها من إيران قلّل مور أوبين من أهمية هذه التصريحات وشددت على أنه من المهم التمييز بين التعليقات الدبلوماسية والتهديدات الحقيقية مؤكدة على أن إسرائيل لا تشكل تهديدا لسيادة الجزائر أو سلامة أراضيها العلاقات بين الرباط والجزائر وفيما يتعلق بمسألة العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر أعرب السفير عن أمله في أن يصبح البلدان صديقين يوما ما وشددت على أن الولايات المتحدة تحافظ على علاقات ودية مع البلدين ولا تسعى إلى تفاقم الصراعات واختتمت حديثها قائلة ما نريده هو أن يجلس الجزائريون والمغاربة معا لمناقشة مصالحهم المشتركة وعلاقاتهم مع الأخذ في الاعتبار عائلات الجانبين تكشف تصريحات السفيرة إليزابيث مور أوبين حقائق مزعجة للنظام الشمولي الجزائري وتثير الشكوك حول مواقفه واستراتيجياته الدبلوماسية ومن خلال دعمها القوي للسيادة المغربية على الصحراء وتقليل التوترات المتعلقة بالتطبيع مع إسرائيل تؤكد الولايات المتحدة موقفا واضحا ومتماسكا تسلط هذه المقابلة الضوء على التحديات الدبلوماسية التي تواجه العلاقات الجزائرية المغربية وتؤكد أهمية الحوار المفتوح والبناء من أجل الاستقرار الإقليمي